انا شفت تقرير او من جزء من الدعاية الانتخابية بتاعتك او اللي انت عرضه ان كان فيه ماضي وحاضر ومستقبل الماضي انا عرف ان لك اسهمات تانية كمان غير الحاجات دي لو حابب تذكر بينها حاجات سريعا اقول هاي يعني هي الماضي هي دي حاجات بتتعرض على التريفزيون المشاهدين هيشوفوها تبقى واضحة بالنسبة لهم حاجات يعني الحمد لله يعني قدرت ان انا اعملها قبل حتى ما كنا عضو في مجلس ادارة وكملت وانا عضو مجلس ادارة بس كنت دايما بقول ايه بقول لو انا واعد ان انا اعمل ثلاث حاجات فانا مش هعمل اتنين بس وارد اعمل اربعة فدي الحمد لله رب العالمين صيختي مع الجماعي العمومية بتصق فيها جدا يعني حتى من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى الحاجات الكويسة يعني دي حاجات دي احنا كده دخلنا في المستقبل يعني اه ممكن اسمعك بقى المستقبل عايز تعمل فيه اه يعني احنا بنتكلم في الماضي الماضي ده اللي هي بعض الانجازات اللي انا عملتها الحاضر اللي هو في خلال التلاتين يوم اللي احنا فيهم لما خدت القرار ان الحملة الميزانية تحت الحملة الاعلانية انها تتوجه للمسهمة في حل الازمات فده كان طريق انا استشعرته من يوم مشكلة الهندبول فابتديت ابتدي امشي على نفس المنحة فلاقيت ان حل الازمات هو اهم شيء انت انت نازل او انت نازل ليه يعني انت قاعده مجلس ادارة او رئيس او ناعب او امين سندوق اللي هي المجلس الادارة في الاصل اعمل تطوعي لخدمة نازل مالك وحل المشاكل بالزفت انت نازل تحل نازل تجود نازل تعلي نازل عندك مشاكل تحلها فده امر طبيعي فانت لازم وانت نازل انت قريدي عارف المشاكل اللي عندك فانت لازم تشتغل عليها فطب واي نوت انت بقى بتشتغل عليها من دلوقتي طب لما قادر ان انت تعمل ده فما فيش مشكلة فيه ناس سهمت كتير فيه ناس سهمت كتير مش التاريخ بيقول كده بس انت اهم حاجة التوقيت فانت ارجع بقى للحتة اللي انت كنت قلتلي عليها بس قلنا نسيبها شوية قدام اللي هو الملابس بتاعت قطاع الناشئين النهاردة بالمناسبة هو اول يوم اندخلت الدفعة الاولى تمام حضرتك عندك فيه شركة دي صور اه بالضبط دي الدفعة الاولى اللي جات من الشركة الناد زمالك متعاقد معها الشركة متعاقد مع ناد الزمالك انه هو بيلبسه الدرجة الاولى والتعاقد مع ناد زمالك انه ناد زمالك يلبس قطاعات الناشئين كلها والمرتبط بعد الدرجة الاولى على طول فكان في السنين اللي فاتت ما كانش العملية منضبطة بنسبة 100% ولكن لقيت ان ده مطلب موجود زائد ان ده واجهة ناد زمالك واجهة ناد زمالك برا وسط الاندية ولدنا لازم يبهم رايحين زي ما احنا تربينا كابتر ناد الزمالك ان انت رايح انت ناد زمالك انت مش فرد انت بتلعب باسم ناد زمالك فدي من ضمن الحاجات اللي انا لحظتها مع الجمعية العمومية او مع اولياء الامور اللعيبة سواء كبار سن 16 سنة سن 15 14 13 انزل بقى كده بالمعدل لان مش معي الجدول بالزبط ولكن دي الحاجة اللي هي انت بتعملها وانت مش مستني حاجة انت بتعملها عشان اسم ناد زمالك كبير ماء وبصة هقولك على حاجة كمان انت ممكن تبقى قادر ان انت تعمل ده ممكن مادين بس هو ناد زمالك اكبر من اي حد اكبر من اي حد اكبر من هاني اكبر من كابتن حسين اكبر من كابتن فاروق جعفر ناد زمالك هو اللي صنع الابطال وهو اللي صنع النجوم فدي حاجة مهمة جدا لازم نبقى احنا عارفينها ووصقين منها انا عايز اعرف عند الحتة دي يا استاذ هاني جميل ان يبقى فيه اسهمات وجميل ان يبقى فيه دعم وكلام عن الحاضر لان الواقع مش حلو قوي فمنحاول نعدي به لكن انا بقى يهمني المستقبل وازاي اخرى بنزمالك انه مبقاش فيه اعتمادية او مستني مساهمة مساهمة جميلة لو اكسترا لو حاجة للزيادة قوي للاضافة انا احبها لكن الاول ناد زمالك يمشي نفسه والاولى ان اللي هيجي يقعد على الكرسي يحطه على الطريق اللي ناد زمالك اوتوماتيك ماشي بيا من غيري بالمجموعة الحالية لان هو اكبر زي ما انت قلت من كل الناس طبعا فانا ممكن لابا سعيد بالاسهمات انها بتحل حاضر او واقع لكن انا بقى عايز اطلع من حتة دي خالص فعايز حلول للمستقبل يطلعني من حتة دي ومرحب بالاسهمات لكن بالاسهمات وانا على الارض صلبة ده طبعا لازم مجلس ادهاره يكون عنده الرؤية كاملة شايف ايه المشاكل اللي هي موجودة عندك بالفعل عشان تبتدي تحل هذه الازمات رقم واحد لازم مجلس ادهاره كله يكون على قلب الرجل واحد شايف انت زمالك يستحق مننا ان احنا نوصل به على قد ما نقدر للنقاط معينة تردي الجماعة العمومية وتردي جماهيره فانت لازم تفتح فايل فايل ده بعد لما تبقى انت بتريد تكشف الامور المالية بتريد تكشف الامور الادارية بتريد تحط ايدك على المشاكل اللي عندك بعد ما تبتدي تعمل ده لازم طبعا ده لازم يكون في وقت سريع عشان بس الناس ما تاخدش الكلام ان هو كلام بيتقال وبعد كده خلاص كلام حل ومعصول وفي الاخر ما فيش نتيجة ولازم ما يكونش فيه مركزات في اتخاذ القرار يعني ايه يعني هو نادي الزمالك اللي بيقود نادي الزمالك هم 12 انا بقول 12 ولازم يبقى جنبيهم 300 ليه لانك انت عندك ازمات فانت عايز عايز يعني تعامل عايز تعمل يعني انت عايز تيجي يعني من ورا قوي وعايز تروح قدام فانت مش هتروح قدام بسرعة غير لما تكون انت حليت اللي ورا ورا ظهرك وامتقلك فدي امر طبيعي فهي ما يبقاش فيها مركزية في الادارة ده رقم واحد لازم كلنا نسمع بعض نبتدي نحط ايدينا على النقاط طيب هيبقى اصعب حاجة ايه هي المالية مالية ده امر طبيعي طب ما هي المالية لها حلول ايه الحلول النهاردة انت اسمي نادي الزمالك حتى الان لم يستغل بحجمه يعني نادي الزمالك لم يستغل باسمه وبحجمه وبتاريخه نادي الزمالك له ماضي قوي وماضي عريق وحاضر قوي ولازم المستقبل يبقى قوي جدا 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 طيب انت النهاردة لما يبقى عندك حضريةك عندك شوية ازمات ماليات انت الازمات الماليات هتكون فيه هتكون فيه لو بنتكلم على الالعاب كرة القدم فريق السلة الهندبول الطايرة الكطاعات الاخرى زي السباحة زي الكراتي الالعاب نادي الزمالك فيه لعبات كتيرة يعني لازم حضرتك في الحتة دي اول حاجة لازم تهندل كل شيء لازم تعمل كل حاجة ما يتناسب مع نادي الزمالك سواء عضوه او مع مدخلاته او مع انفاقه فلازم تعمل الحتة بتاعت البالانس دي مش معناها ان انت تغلي ومش معناها ان انت تمشي بس لازم تستغل كل قطاع لازم تبصله انه هو هو يقدر يدور نفسه ودي مهمة جدا لو قدرت توصل للجزئية دي هتلاقي الدنيا بتقوم معاك في كل جابهة دي حاجة مهم طيب انت عندك مثلا زي الديون اللي هي مثلا في الدرائب انت عندك زي الديون اللي هي في الاتحادات دي ديون سيادية فانت تقدر بالتعاون مع الدولة وبالالتزام لانك ما ينفعش تبقى بتدي وعود وتبقى غير ملتزم بيها